بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكل متتبعي قناتنا على اليوتيوب في درسنا لهذا اليوم سنقوم بمناقشة موضوع مفهوم الجماعة الطرابية ما هو مفهوم الجماعة الطرابية؟ الجماعة الطرابية هي عبارة عن وحدة طرابية يتم تعيين حدودها الجغرافية بشكل دقيق تبقى لاعتبارات تاريخية وسوسيو قبلية واقتصادية ومؤسساتية أو سعية لتحقيق تعاون وتكامل بين مكونات المنطقة تبقى لدستور المملكة الجديد تم تغيير تسمية الجماعات المحلية بالجماعات الطرابية مما تتكون الجماعات الطرابية بالمغرب وكم يبلغ عددها؟ تبقى للدستور الجديد المملكة تتكون الجماعات الطرابية من الجهات والعملات والإقليم والجماعات وتحدث كل جماعة طرابية أخرى بالقانون وهي أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام تسير شؤونها بشكل ديمقراطي تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر تتكون الجماعات الطرابية من 12 جهة و75 عمالة وإقليم منها 13 عمالة و62 إقليم و1503 جماعات استنادا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعملات والإقليم والجماعات فإن الجهة جماعة طرابية خاضعة للقانون العام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتشكل أحد مستويات تنظيم الطرابي للمملكة باعتبارها تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة العمالة أو الإقليم جماعة طرابية خاضعة للقانون العام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتشكل أحد مستويات التنظيم الطرابي للمملكة الجماعات تشكل أحد مستويات التنظيم الطرابي للمملكة وهي جماعات طرابية خاضعة للقانون العام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ما هي اختصاصات الجماعات الطرابية؟ تمارس الجماعات الطرابية اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة بينها وبين الدولة وأخرى منقول إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بكل جماعة طرابية ونتمنى أن يكون موضوعنا لهذا اليوم قد نال إعجابكم ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد ودنتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر